بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السابع اليوم أنا وياكم يا ميس رح نبلش في درس جديد اسمه الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهو الدرس الثاني في كتاب التربية الوطنية صفحة 41 لما نحكي الدرس الثاني هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية درسنا لليوم رح نتطرق إلى مجموعة من النقاط الرئيسية فركز معي سابع أولا رح نحكي عن مفهوم الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اثنان الحقوق المرتبطة بالحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وثلاث الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الدستور الأردني خلينا أول إشي نبلج بأنه نعرف الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما أنه درسنا بحكي عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فلازم نبلش بتعريفها أكتب عرف هي الحقوق والحريات التي تمكن الإنسان من تشكيل حياته بشكل حر وذي قيمة وتشمل مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان من دون تمييز يعني هي عبارة عن حقوق هاي الحقوق بتخلي الإنسان غير مقيد ما في إشي بقيده بتخلي الإنسان يعيش حر في المجتمع ويكون إلى قيمة قيمة الإنسانية أيضا هذه الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بتشمل مجموعة كبيرة وواسعة من الحقوق الإنسانية يلي لازم واجب إنه يتمتع فيها أي إنسان موجود في ظل أي دولة من دون ما يكون هناك تمييز ما بين الناس كيف يعني تمييز؟ يعني هذا الفرد داخل الدولة يتمتع بهاي الحقوق الشخص الآخر لا ما يتمتع فيها ما بصير لازم إنه يتمتع جميع الناس الموجودين داخل الدولة في هذه الحقوق دون تمييز خلينا ننتقل إلى السؤال الثاني ما الهدف؟ ما الهدف الأساسي أو الرئيس للحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟ يعني عندنا حقوق وحريات اجتماعية اقتصادية ثقافية إيش أهدافهم؟ يلا واحد تحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية يعني يكون هناك عدالة ما بين أفراد المجتمع اثنان توفير فرص التعليم والعمل أيضا بدنا نوفر للأفراد الموجودين في المجتمع التعليم والعمل ثلاث الاشتراك في الحياة الثقافية يعني الثقافة والفنون بدنا نخلي هناك فرص للناس إنها تشتغل أو إنها تشارك في الحياة الثقافية والاستمتاع بالفنون أربعة الإسهام في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه هناك كثير من العقول المفكرة التي لها إنجازات علمية في دولة معينة فبالتالي أنا من خلال هاي الحقوق بخليه إنه نستفيد من إسهاماته والعلمية وغيرها خمسة حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني للفرد يعني هناك أفراد مبدعين من ناحية الفن يعني شخص بيكون عنده مثلاً كتاب معين ألفه فأنا من خلال هاي الحقوق أنا بضمن له حقه إنه إن حافظ له على كتابه ما يصير هناك سرقة علمية إذن هذول همه الخمس نقاط الهدف الرئيسي للحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلينا نقلب الصفحة مع بعض هاي عنا جدول هاي الجدول كل عامود منه ببين اللي الحقوق والحريات سواء اجتماعية اقتصادية وثقافية لو أكتب السؤال التالي أسفل العامود الأول الحقوق التي ترتبط بالحريات الاجتماعية الحقوق التي ترتبط بالحريات الاجتماعية واحد الحق في التعليم يعني من الحقوق والحريات الاجتماعية واحد حق في التعليم أنا كمواطن موجود في دولة معينة من حقي أني أتعلم اثنين الحق في الرعاية الصحية من حقي أنهم يوفروا للمستشفيات المراكز الصحية وأيضا يكون هناك رعاية صحية خاصة فيه ثلاث الحق في مستوى معيشي ملائم يعني أنا من حقي أني أعيش في مستوى معيشي ملائم ووفرولي المسكان والمأوى والمشرب الحق في الحماية الاجتماعية يعني هناك الكثير من الأفراد بيواجههم العنف الأسري فمن حقهم أن يكون هناك حماية لهم العمود الثاني الحقوق التي ترتبط بالحريات الاقتصادية الحقوق التي ترتبط بالحريات الاقتصادية واحد الحق في العمل يعني أي مواطن موجود في ظل دولة معينة من حقه أنه يشتغل أنه يوفروا له فرص العمل اثنين الحق في التملك يعني من حقه أنه يتملك بيت معين مثلا يكون له عقارات معينة ثلاث الحق في الأجر العادل ثلاث الحق في الأجر العادل يعني من حق الشخص اللي بيشتغل أنه مديره أو المنشأة اللي يشتغل فيها أنها تعطيه أجره العادل وما تنقص عليه في الأجر أربعة الحق في الاستراحة يعني أثناء عمله ما بيستر أنه يظل يشتغل طول فترة عمله لا لازم يكون له وقت معين من الاستراحة العمود الثالث الحقوق التي ترتبط بالحريات الثقافية الآن بدنا نعرف الحقوق اللي بترتبط من ناحية الثقافة واحد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية من حقي أني أشترك في الحياة الثقافية من ناحية الثقافة اثنان احترام الثقافات المختلفة يعني كل شخص في داخل الدولة إلو ثقافة معينة فلازم إحنا نحترمه ثلاث حرية البحث العلمي يعني شخص عنده من ناحية العلم وعنده بده يعمل أبحاث هو حر فهذا حق إلو أنه يعمل أبحاثه الخاصة داخل الدولة أربعة حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي يعني أي شخص داخل الدولة إلو حرية إنه يبدع في مجالات عديدة سواء من ناحية الأدب سواء من ناحية الفن وحتى من ناحية الثقافة وأيضا من ناحية الرياضة الآن هون أكتب عنده مهم ليش مهم؟ لازم إنك تفرق لي يعني باجي بقول لك الحق في التعليم من أي واحد من الحريات لازم تقول لي يامس من الحريات الاجتماعية باجي بحكي لك الحق في التملك إيش هاي اسمها الحرية؟ بتحكي لي يامس الحرية الاقتصادية طيب حرية البحث العلمي بتحكي لي حرية الثقافية إذن مهم كيف من جيبه؟ بجيب لك الحق اللي أنت بتتمتع فيه ولازم تحكي لي تحت أسفل أي حرية تمام؟ هاي حكينا مهم خلينا نحل النشاط أنا وياكم يلا ركز معي وبدأ أشوف إنكم رح تعرفوا أي نوع من الحريات هاي ولا لا يلا توفير الحماية للأمهات والأطفال وذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة تكفى الحمايتهم الحماية للأمهات والأطفال صح الحقوق والحريات الاجتماعية هون بدنا نحط إيش؟ يا إما حقوق وحريات اجتماعية يا إما حقوق وحريات اقتصادية يا إما حقوق وحريات ثقافية اللي بعده التعليم الأساسي حق التعليم يتضمن هذا الحق أن يكون التعليم أساسي مجانيا وإلزاميا وأن يوجه التعليم نحو التنية الكاملة للإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان إيش هذول؟ حقوق وحريات اجتماعية صح من حق كل إنسان التمتع بأعلى مستوى صحيه حقوق وحريات اجتماعية توفير ما يكفي من حاجة السكان من الغذاء والكساء والمأوى حقوق وحريات اقتصادية يتضمن العمل ضمن شروط عادلة ومرضية حرية اختيار العمل الأجر العادل الحق في الاستراحة حقوق وحريات اقتصادية طيب لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي الحقوق وحريات الثقافية ما هون؟ احترام الثقافات حقوق وحريات الثقافية يلا الآن خلينا نقلب الصفحة اكتب السؤال التالي تمثل الدستور الأردني الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اذكر بعض تلك النصوص كيف يعني؟ يعني عندنا الدستور الأردني ماشي انذكر فيه مجموعة من الحقوق والحريات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بلنا نذكر بعض هذه الحقوق هايو ميس هايو للسؤال لاني ما بدي يكتبه لقد كفل الدستور الأردني الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المواطنية الأردني اذكر بعض منها واحد تكفل البولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانيتها يعني الأردن كفلت العمل والتعليم ضمن حدود إمكانيتها اثنان يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشأ وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساء والاستغلال يعني الدولة الأردنية حمت الأم الطفل والشيخ بالإضافة إنها حمل الزوي الإعاقة من إيش حمتهم؟ إنها من أي إساء والاستغلال ثلاثة تكفل الدولة الأردنية حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والتكافل الرياضي بما لا يخلف أحكام القانون أو النظام العام والأدب يعني كفلة الدولة الأردنية حرية البحث العلمي الإبداع الأدبي والفني خلينا نحل بشكل سريع الأسئلة أنا وياكم أحذر دفترك أكتب اليوم والتاريخ والعنوان ما الهدف الرئيس للحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؟ إيش هدفهم هذول كلهم؟ يلا أكتب واحد تحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية اثنان توفير فرص التعليم والعمل توفير فرص التعليم والعمل ثلاثة الاشتراك في الحياة الثقافية والاستمتاع والفنون نعيدهم الاشتراك في الحياة الثقافية والفنون الاشتراك في الحياة الثقافية والفنون أربعة الإسهام في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه السؤال الثاني لديك مجموعة من الأمثلة انسب كل مثال إلى الحق الذي ينتمي له عندنا مجموعة من الأمثلة بنا نشوف إيش الحق اللي بيناسبه أيضا أكتب عنده مهم واحد توفير الحماية الأسرية ومساعدتها لتقوم بوظائفها أحمي أسرها وأساعدها لتقوم بوظائفها إيش اسم الحق؟ الحقوق والحريات الاجتماعية الحقوق والحريات الاجتماعية توفير فرص عمل وأجور مناسبة للأفراد داخل الدولة أجعلها الأفراد أوفر لهم فرص عمل وأعطيهم أجورهم اللي بتناسبهم حقوق وحريات اقتصادية ممتازين حقوق وحريات اقتصادية حماية الأعمال الفنية والأدبية والإسهام في نشرها أحمي الأعمال الفنية والأدبية وأساعدهم إنهم ينشروها فن وأدب إيش؟ حقوق وحريات ثقافية صح حماية المجتمع من الأمراض وتوفير العلاج المناسب لهم صحة أمراض يعني صحة فإيش حقوق وحريات اقتصادية اجتماعية حقوق وحريات اقتصادية السؤال الثالث ما الفائدة من الحصول على الحقوق الآتية حسب رأيك؟ يعني هاي عنا مجموعة من الحقوق بنا نشوف إيش فائدتها واحد الحقوق العمالية يعني أعطي للعمال حقهم إيش الفائدة؟ يا الله أكتب تأدية العمل تأدية العمل بأمانة وإتقان تأدية العمل بأمانة وإتقان وإخلاص ويولد الأفكار والابتكارات التي تسهم في تقدم الوطن تأدية العمل بأمانة وإتقان وإخلاص ويولد الأفكار والابتكارات التي تسهم في تقدم الوطن ب الحقوق الثقافية الحفاظ على الأعمال الأدبية والفنية ويساهم في نشر الأعمال الثقافية والابتعاد عن التعدي عليها الحفاظ على الأعمال الأدبية والفنية ويساهم في نشر الأعمال الثقافية والابتعاد عن التعدي عليها جيم الحق في الصحة الحق في الصحة القضاء على الأمراض وحماية المجتمع من الأمراض الخطيرة والمعدية وتوفير تأمين صحي لكافة الأمراض إذا نعيدها القضاء على الأمراض وحماية المجتمع من الأمراض الخطيرة والمعدية وتوفير تأمين صحي لكافة الأمراض أربعة في رأيك من المسؤول عن حماية حريات المواطن الأردني الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من الجهة يا سابع المسؤولة إنها توفرنا الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من الدولة بكافة مؤسساتها الدولة بكافة مؤسساتها هيك يا ميس أنا بكون كملت حسطي لليام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته